نادية رفلة محد يشوفها يقول انت بنت حلم رفلة في ايه ايه اللي خدتي منه اولا شكي انا اكتر واحدة باشبه بابا خالص يعني اكتر واحدة كنت بتحبيه محترمن طبعا لكل اخوات سلاحيما يقولوا جدا انا اه يمكن انا عشان اصغر واحدة كنت متعلق بي اكتر اه كنت متعلق قوي قوي بي وكان نفسي قوي ابقى معايا وكان نفسي اشتغل معايا يعني كانت بالنسبة لي حكاية السفر دي كانت حاجة صعبة قوي 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 وعدت فترة متضايقة لما كنتش فهمة حتى وقتها هو تعرض لأني ازمة في حياته انه يخليني اسافر يعني كنت صغيرة انه تفهمي ايه الموضوع الوضع اللي حاصل كنت لسه في المدرسة يعني فما كنتش فهمة بعدين لما رجعت وابتديت اقرأ المذكرات بتاعته وايه اللي حصله بالزبط اللي فهمت المذكرات اللي حاك فهمت منها ولا الوالدة حاكت مسلا حاك او اخواتك الأكبر اللي حاكت طبعا فيه حاجات اتحكت قدامي اكيد طبعا مش في دلك طول عمري مش فهمة لا طبعا حاكوا قدامي لكن لما تقرأ هو نفسه بقى كاتب ايه كاتب ايه بتوقع متأثر فيك اكتب اوي 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 يعني عدت فترة الحكاية دي هزتني جامل دي رغم ان حاكوا تفايد يعني انت حاكوا تبرة محستوش بالمشكلة او هو محسسكوش بالمشكلة اوي او بالتأثير اللي حصل فيه اه هو حاول ما يحسسناش طبعا الكبار كانوا فاهمين يعني منير وسامير الكبار كانوا فاهمين لكن هو كان انسان حتى انا بقابل ناس اصحابه كانوا في الفترة دي ما يعرفوش انه تعرض هو كان كاتوم اوي لكن هو تعرض لزلم يعني جامد جدا يعني ان واحد ياخد كل افلامه بتشاهد تأذير المعناوي او حب الناس لي او حب الناس لا اعماله عوض شوية اكيد هو بما انه كمل وقدر يقف تاني على رجل او في قوت ارادة واضح انه قوي جدا او فهو انسان مش زي ما بقولك هو بيحب التفاؤل وبيحب عنده طموح وعنده عزيمة جامدة او وده ده باين في كل حياته يعني مش بس فاكيد ده ساعده كثير يعني وباين كان عنده فلسفة كده انه هو اهم حاجة في حياته اولاده وانه دي صروته الحقيقية وانه فا ده ساعده انه يعني تغلى ومعظم القناة دلوقتي ومع انتشارها العدد الكبير جدا كلها بتاعدي افلامه يعني ده ده اعتقد تأدير برضه كبير جدا يعني فيه كتير ان السادة المخرجين مع كامل احترام ديم او السادة المموسلين بيتمنى ان الفيلم يتعرض او الفيلم هو افلامه يتعرض لوحده يعني في كل القلامات وقناة العربية وقناة المصرية وكلها في القناة كل القناة اه طبعا او بس طبعا كنا نتمنى ان تكون ملكية يعني مع كل العروض اللي حضرتك بتقولها في اي مطالبات حقيقة لقتيها لأي من الجهات انا عندي عضايا او شغالة فيها شغالة علي طبعا مش حسيب حق والدي يعني ليه لا انا عاملة قضية كبيرة يعني ان شاء الله ربنا يوفقني ان شاء الله يوفقك ان شاء الله ساعدت بلقاء حضرتك جدا شرف ان انا اكون قاعد مع حضرتك جدا ربنا يوفقك ابنت عظيم من عظماء السيناء المصرية اثر فينا بافلامه وبقصصه وبرسائله اللي كانت موجودة دايما في الافلام كل الشكر اللي استاذ نادية رفلة ناجلة المنتج والمخرج والفنان حلمي رفلة نورت صباح الوردة مرشي ربنا يخليك الف شكر كل شكر